موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار ظهيرة من قناة السعودية بدايتها بأبرز العنوين تحت رعاية سمو ولي العهد انطلاق كأس العلا للهجن اليوم بجوائز مالية تبلغ أكثر من ثمانين مليون ريال مندد صندوق الاستثمارات يشهد إطلاق ثلاث مبادرات لتمكين القطاع الخاص المحلي بمشاركة 350 جهة مختصة بالسفر والسياحة انطلاق النسخة الأولى لملتق السياحة السعودي بالرياض والمركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار الحالة المطرية التي تشهدها مناطق المملكة تفاصيل النشر بسم الله الرحمن الرحيم تحت رعاية صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا تنطلق اليوم منافسة كأس العلا للهجن وتستمر حتى السابع عشر من مارس الجهري بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن وتشهد المنافسة ستة عشر شوطا بينما تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة أكثر من ثمانين مليون ريال كما سيتضمن كأس العلا للهجن عددا من الفعاليات المتنوعة للحضور تشمل عروضا فنية وموسيقية وثقافية وتضم سوقا تراثيا فريدا من نوعه ومعارض فنية وحرفية تظهر الثقافة العريقة للهجن انطلقت في الرياض وعلى مدى يومين أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والمعرض المصاحب له ويستعرض المنتدى دور الصندوق في تعزيز مشاركة القطاع الخاص كما سيشهد المنتدى الأول من نوعه حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة وعدد من الجهات الحكومية وأكثر من خمسين جناحا للشركات التابعة للصندوق إلى جانب أربعة ألاف مشاركين يمثلون العديد من القطاعات بالمملكة المنتدى سيشهد أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات بين الصندوق والقطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون المشترك حيث تتضمن أعمال المنتدى العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية وخلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى أكد محافظ صندوق الاستمارات العامة ياسر رميان أن رؤية المملكة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص بالنتج المحلي من أربعين بالمئة إلى ستين بالمئة بحلول عام الفين وثلاثين ولدائم مسيرة الاقتصاد المستهر في المملكة يولو سمو سيدي ولي العهد حفظوها الله اهتماما وحرصا شديدا على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية السعودية عشرين ثلاثين والتي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أربعين بالمئة إلى خمسة وستين بالمئة بحلول عام الفين وثلاثين وحيث أن دعم التنمية الوطنية هو أحد أهم ركائز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة وضع الصندوق استراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاع استراتيجي في المملكة حيث عمنا على تطوير مبادرات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في تلك القطاعات فعلى سبيل المثال في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية قدمت شركة روشن فرصا للقطاع الخاص المحلي عبر تخصيص 30% من أراضيها للمطورين العقاريين المساهمة في بناء مشاريع سكنية بأفضل المحليات وخلال جلسة حوارية بعنوان الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة استراتيجية في تشكيلة الاقتصاد المحلي للمملكة أكد عبد العزيز العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك أن الشركات الموجودة في البرنامج توطن صناعات لأول مرة وتجلب تقنيات مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد اليوم في البرنامج 28 شركة لكن الجميل في البرنامج أنه أثره ليس فقط على الشركات الموجودة في البرنامج أثره على مستوى الاقتصاد بشكل أكبر اليوم الشركات في المشاريع هذه توطن صناعات لأول مرة تجلب تقنيات هذا يكون له أثر زي ما تكلم معالي الوزير ونائب محافظ صناعات العامة الأثر على ثلاثة القيمة والإمداد وجلب فرص استثمارية تدعم هذه اليوم هالمشاريع لما تتم لها أثر أو مضاعف اقتصادي أكبر لأنه أنت اليوم تبني هالمشاريع بتاخذ مواد بتحرك العجلة الموجودة الاقتصادية للمصانع الموجودة بيكون فيها توظيف مباشر وغير مباشر بتفتح مصانع أخرى زي ما تكلم على قضاع السيارات أنت عندك بنية تحتية لازمة لكمواد أنها تنتج الجميل في البرنامج يمكن هالدائرة كلها ويدعم بحيث أن التركيز الرئيسي بالنسبة للبرنامج من ناحية المشاريع هذه هي المضاعف الاقتصادي والحمد لله الحزمة الأولى اللي أعلن عنها المضاعف الاقتصادي لها المشاريع كلها أكثر من اثنين معناته أن أي ريال يأتي أثر عن ناتج المحلي يستثمر أكثر من مرتين فالأثر ليس فقط على الشركات هذه لكن على القطاعات وعلى سلاسل القيمة والمستثمرين وتفتح مجالات استثمارية مختلفة لتمكين هذه الصناعات وهذه المشاريع هذا وأعلن صندوق الاستثمارات العامة خلال تدشين منتدى القطاع الخاص اليوم عن إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلي وجودكم اليوم يعزز تحقيق رؤية 2030 تحت قيادة صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد ومجلس الإدارة والمحافظ يمكن لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته أن يقوموا بوضع الكثير من المبادرات وسأقدم لكم اليوم ثلاثة من هذه المبادرات أولا مبادرة مساهمة وهي مبادرة النمو المحلي لصندوق الاستثمارات العامة وكما ذكر الصاحب المعلي المحافظ فإن الهدف منها هو زيادة الإنفاق المحلي من خلال الشركات المحليات التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة بـ 60% في حلول عام 2025 وكجزء من ذلك فإن شركات صندوق الاستثمارات العامة ستأخذ في اعتباراتها المحتوى المحلي في قراراتها التي تتخذها وفي مشترياتها وممارسات المشتريات المبادرة الثانية هي برنامج تنمية المساندين أو الموردين للمساعدة في تطوير وتمهير البائعين والموردين لتلبية الاحتياجات والمتطلبات للشركات المتنامية في صندوق الاستثمارات العامة وكجزء من ذلك سوف نقوم ببرامج تدريبية وتجهيزية للمستثمرين من المجموعة الثانية والثالثة لمساعدتهم على أن يتأهلوا كموردين وسنقدمها من خلال المزيج من اللقاءات والاجتماعات الافتراضية والحضورية عبر المملكة المبادرة الثالثة والتي ذكرها صاحب المعلي المحافظ كذلك هي مركز القطع الخاص وهي قناة مركزة ومكرسة ومخصصة لمشاركة فرص الاستثمار ومع القطاع الخاص المركز أطلق هذا الصباح وهنا لك أكثر من مئة فرصة موجودة بالفعل عليه تنطلق في الرياض غدا الأربعاء ولمدة يومين فعاليات مؤتمر القطاع المالي الدولي في نسخته الثانية والذي تنظمه وزارة المالية بحضور ومشاركة صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية المحلية والدولية وسيناقش المؤتمر عددا من القضايا المالية وسبل التعاون بين الدول ناقش وزير الصناعة وثورة المعدنية بندر الخريف في مدينة رأس الخير الصناعية المشاريع الكبرى ومبادرات النمو التي من شأنها تعزيز مكانة معادن كجهة فاعلة عالميا في سلاسل توريد الأسمدة الفوسفاتية والمعادن عالميا حيث تضم مدينة رأس الخير أحدث مصانع معادن للصناعات التعدينية أمونيا ثلاثة والذي يضيف أكثر من مليون طن سنويا إلى إنتاج معادن من الأمونيا كما يسهم مشروع فوسفات ثلاثة في جعل المملكة ثاني أكبر دولة مصدرة للأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة في العالم ويعزز دور المملكة في استقرار الأمن الغدائي عالميا أبرمت الهيئة الملكية بالجبيل بحضور وزير الصناعة وثورة المعدنية عددا من الاتفاقيات الصناعية وتجارية تجاوزت تكلفتها أكثر من ثمانية مليارات ريال نتابع ثمانية مليارات ريال قيمة 11 اتفاقية صناعية وتجارية وقعت في مدينة الجبيل الصناعية منها في الصناعات التحويلية وقطاع السيارات ومشاريع تجارية تخدم المنطقة كل يوم الحمد لله أيضا شهدنا توقيع مجموعة من الاتفاقيات حوالي 11 اتفاقية في مدهة إجمالية حوالي 8 مليار غالبية منها في القطاع الصناعي لكن فيها مليار ونصف أيضا في القطاعات الخدمية وتجارية زي القطاع الصحي حيث ستشهد إن شاء الله مدينة احتضان مجموعة سليمان الحبيبي مستشفى جديد وشركة جرير وعندنا مجموعة من المشاريع الصناعية والآن منطلقين إن شاء الله هذا الرأس الخير نشوف المشاريع اللي هناك خاصة اليوم الحمد لله هذا الرأس الخير مدينة واعدة لقطاع التعديل وقطاع الصناعات السفون أربع اتفاقيات من نصيب الاستثمار الأجنبي اذ تعد مدينة الجبيل الصناعية أكبر منطقة صناعية جاذبة للاستثمار الأجنبي يقدر حجم الاستثمار الأجنبي فيها بمائة وواحد وسبعين مليار ريال اليوم الاتفاقية التي تم توقيعها هي بخصوص بناء محطة للهيدروجين بالإضافة إلى مصنع عالمي لإنتاج الهيدروجين حيث يأتي ذلك تطابقا مع خطة المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 من خلال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة في المملكة شملت زيارة وزير الصناعة التي استمرت على مدى يومين الوقوف على بعض المشاريع الخدمية ولقاء عدد من المستثمرين الصناعيين إضافة إلى تكريم مدرسة الرواد لتحقيقها المركز الأول في اختبار القدرات والتحصيل على مستوى المملكة شيماء الزهراني الجبال الصناعية أعلنت مجموعة روشن أحد مشاريع الكبرى لصندوق الاتمارات العامة والمطور العقاري الرائد في المملكة عن إطراق مشروع الفلوة رابع مجتمعاتها السكنية في المملكة بمساحة تزيد عن عشرة ملايين وثمانمائة ألف متر مربع على بعد سبعة كيلومترات من وسط مدينة الهفوف التي تعد مركزا حضريا رئيسيا في واحة الأحساب المنطقة الشرقية وسيضم المشروع أكثر من ثمانية عشر ألف وحدة سكنية بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من مائة ألف نسمة ويهدف مشروع الفلوة إلى نشر مفهوم الإسكان المستدام وتقديمه إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع السعودي بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دشنا صندوق تنمية الموارد البشرية هدف استراتيجيته وهويته الجديدة تحت شعار شراكة وتمكين وللمزيد عن الاستراتيجية نتابع التقرير التالي يدشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أسبوع البيئة والذي يأتي هذا العام تحت شعار بيئتك تعرفك ويهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة تحقيقا للصدامة البيئية بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة انطلقت لهم النسخة الأولى لملتقى السياحة السعودي بمدينة الرياض تحت شعار بابك للسياحة وذلك خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من مارس الجهري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وسط مشاركة 350 جهة سعودية مختصة بصناعة السفر والسياحة وسيعقد الملتقى أربع عشرة جلسة نقاشية عامة وعددا من ورش العمل المتخصصة والتي تهدف إلى تحسين الفهم وتطوير المعرفة بالمجال السياحي نشرة أخبار الظهيرة مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد في الشاري المحلي استقبل صاحب السموء الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم سفير جمهورية الهند المعين حديثا لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان وتمنى سموءه للسفير سهيل خان التوفيق في مهام عمله استقبل صاحب السموء الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيسة الفخرية لجمعية خيرات لحفظ النعمة في مكتبه بقصر الحكم المشرف العام على جمعية خيرات عبدالله سبيعي وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي الجمعية خيرات لحفظ النعمة بالمنطقة للعام الماضي وبيّن السبيعي أن الجمعية أسهمت في حفظ وتوزيع أكثر من أربعة ملايين وجبة مشيرا إلى مبادرة أدم نعمتك التي تنفذها الجمعية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونوها أمير منطقة الرياض بهذه المبادرة مقدما شكره للقائمين على الجمعية رعى صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفلة تشين مشاريع ومبادرات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحضور معالي وزير التعليم الأساد يوسف بن عبدالله البنيان وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية ودشن الأمير فيصل بن بندر عبر الشاشة الإلكترونية مشاريع الجامعة الفنية كما دشن المبادرات الجامعية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دشن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم فعاليات أسبوع البيئة 2023 تحت شعار بيئتك تعرفك وتشمل الفعاليات التي ستستمر لمدة أسبوع تنفيذ بعض البرامج التوعوية والبيئية وبرامج التشجير والنظافة للمتنزهات والأودية بالمنطقة وشدد سموه على أهمية الحفاظ وحماية البيئة الطبيعية في المنطقة وتعزيزها بما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030 من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية الثمينة إضافة إلى التشجيع على الممارسات الزراعية المستدامة في جميع أنحاء المملكة دشن صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مبادرة ذكاء القصيم بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالله الدوود ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ويشرف على المبادرة كرسي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود لذكاء الاصطناعي بالجامعة وشاد سموه بمستدفات المبادرة مؤكدا أن هذا الكرسي العلمي يسهم في دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي ويحقق الأهداف المستقبلية بما يلبي طموح الجامعة وتهدف المبادرة إلى نشر المعرفة وإبراز دور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف المجالات وكذلك خلق مجتمع حيوي على قدر كاف من المعرفة بالذكاء الاصطناعي يستطيع بها المساهمة في تقديم حلول وابتكارات نحو اقتصاد مزهر للمنطقة وذلك عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته كما استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم العقيد فهد العسعوس بمناسبة تعيينه مديرا لجوازات المنطقة يرافقه اللواء ماجد الفغم بمناسبة انتهاء فترة عمله وهنأ سموه العسعوس على هذه الثقة الكريمة بتعيينه مديرا لجوازات منطقة القصيم متمنيا له التوفيق في هذا القطاع مؤكدا على أهمية خدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة كما أشهد سموه بجهود مدير الجوازات السابق اللواء ماجد الفغم على دوره المميز وما بدله من جهود خلال فترة عمله من جانبه أعرب العسعوس عن شكره لسمو أمير القصيم على توجيهاته التي ستسهم في تقديم أفضل خدمات للمواطنين والمقيمين هذا واستعرض الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم خطط وبرامج التوطين في المنطقة والجهود التي تقدمها الوزارات والقطاعات المعنية بالتوطين وجاء ذلك خلال ترأس سموه بمكتبه بالإمارة اجتماع التوطين بحضور رئيس جامعة القصيم الدكتور ووكيل الإمارة وأمين برنامج التوطين بإمارة القصيم وعدد من ممثلي الوزارات والقطاعات الحكومية وأوضح سموه أن المنطقة لها تجربة ثرية وناجحة في برامج التوطين مشيدا بتعاون جميع الجهات والوزارات التي أسهمت في تعزيز الأدوار لإنجاح برامج التوطين تحقيقا لرؤية المملكة عشرين ثلاثين كما استعرض الاجتماع جهود التوطين بالمنطقة وتقارير الوزارات والاستراتيجيات الجديدة بالإضافة إلى خطط التوطين والتمكين في الجهات الحكومية التي تسهم في زيادة نسب التوطين في مجالات المهن والوظائف كافة كرم صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم الفائزين بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في يوم التأسيس واليوم الوطني واستمع سموه إلى نبدة عن أهداف الجائزة والمنافسة بين أبناء وبنات الوطن مشيدا بأهداف الجائزة وإطراء مشاركة الفئات الشبابية بهذه المناسبة وكرم سموه الفائزتين من منطقة القصيم بجائزة الجامعة لأفضل عمل فني متميز في يوم التأسيس واليوم الوطني في مجال أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي شهد صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ومؤسسة مجتمعي وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات التي تساعد على دعم الجوانب التنموية والإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ البرامج والمناشط في التدريب والتوظيف والإسكان الميسر وتنمية المرأة والبحوث والدراسات الاستشرافية دشن صاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة تحت شعار بيئتك تعرفك والتي تستمر لمدة أسبوع وتشمل تنفيذ بعض البرامج التوعوية البيئية في مواقع متعددة بالمنطقة بالإضافة إلى برامج لدعم التشجير ونظافة المتنزهات والأودية شاهد صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وتوقيع اتفاقيتين تعاون تنائية بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعات بالمنطقة وشركة رضوى للدواج للتوسع في الإنتاج والوصول إلى 100 مليون طائر سنويا قبل نهاية عام 2023 واتفاقية أخرى بين صندوق التنمية الزراعي وشركة رضوى لدعم الوصول إلى تلك المستهدفات ويهدف مشروع التوسع إلى بناء مصنع نوعيا لمصنعات اللحوم بطاقة تتجاوز 7 مليون كيلو رأس صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة السادس والعشرين بحضور أعضاء اللجنة بيّن الاجتماع أنه من خلال الإحصاءات بلغ عدد المشروعات الإسكانية بالمنطقة خمسة مشروعات موزعة حسب التالي في مدينة اسكاكا ومحافظة دومة الجندل ومحافظة طبرجل مشروع واحد لكل منها ومحافظة القريات مشروعين وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المهام ومراجعة الحالات المستدفة والمشاريع القائمة وعلى الدعم المطلوب عبر منصة جود للإسكان أكد صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف أن منطقة الجوف شهدت تقدما ملحوظا في زراعة شجرة الزيتون وأن جهودها في تطوير هذه الزراعة لا تزال مستمرة عبر دراسات وأبحاث وشراكات ومؤتمرات تقيمها جامعة الجوف ووزارة البيئة والمياه والزراعة وفور وصول السموه افتتح معرض آفاق الذي يحوي عددا من الأجنحة تضم مشاركات من كليات ووكالات الجامعة تستعرض من خلالها منجزات الجامعة ومسدفاتها وميازها التنافسية في مختلف المجالات استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه بقصر أو بمقر المحافظة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعد بمناسبة تعيينه مديرا عاما للمركز الوطني للوقايات من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء بمنطقة مكة المكرمة وهنأه بمناسبة تعيينه متمنيا له التوفيق والسدادة في مهام عمله كما تسلم الأمير سعود بن عبدالله تقريرا يتضمن عددا من اختصاصات مركز وقاء وأهدافه الاستراتيجية التي تشمل تعزيز الصحة النباتية لحماية الثروة النباتية والحد من مخاطر الآفات والأمراض تنظم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالتعاون مع معهد الإدارة العامة الملتقى الأول للهيئة بعنوان الواقع والتوجهات المستقبلية يوم غد الأربعة وأوضح رئيس الهيئة محمد العقلة أن الملتقى الذي يعقد لأول مرة يأتي لإبراز دور الهيئة في رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم وتوجهاتها المستقبلية في ذلك في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعمل على تطوير أعمالها لمواكبة مختلف التطورات وللمزيد ينضم معنا مساعد الرئيس لإدارة واستثمار أموال القاصرين الأستاذ أحمد الزهراني بداية نرحب بك أستاذ أحمد معنا في نشرة الثالثة والنصف من قناة السعودية وسؤالي هو ما هو دور الهيئة أيضا وما هي اختصاصاتها أهلا وسهلا بكم وسهي بالتواجد معكم في هذه النشرة أهلا بكم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم هي هيئة حكومية تختص بالوصاية على أموال القاصرين الذين لا ولي ولا وصيلهم إلا الله وإدارة أموالهم بالإضافة إلى القوامة على أموال ناقص الأهلية وفاقديها وإدارة أموال من لا يعرفه الوارث وأموال الغائبين ومفقودين بالإضافة إلى الوكالة عنهم في المسائل المالية وتشرف الهيئة على جميع التصرفات المالية للأولياء والأوصياء والقيمين نعم سيد أحمد أيضا وضح لنا مسؤولية الهيئة تجاه التصرفات المالية للأولياء والأوصياء وأيضا القيمين نعم تولي الهيئة عناية فائقة في الواقع الأمر بحفو أموال القاصرين التي تكون بحوزة الأولياء والأوصياء وتكون بالإشراف على التصرفات المالية للأولياء والأوصياء وفقا لما نصت عليها الأنظمة والنوايح ذات العلاقة التي حددت صلاحيات الولي في مال القاصر وذلك لضمان تحقيق المصلحة والقبطة للقاصر في جميع التصرفات التي يجريها الولي ولل تقوم الهيئة لهذا الغرض بإجراءات منها التواصل الدوري مع الأولياء المسجلين لديها وطلب التقارير الدورية وفحصها واتخاذ اللازم حيالها كما قامت الهيئة بيتاحة خدمة إلكترونية لتلقي البلاغات من ذوي القاصر أو من يهمه الأمر حال حدوث أي تفريط محتمل من قبل الولي ونقوم بالتنسيق مع جميع الجهادات العلاقة لضمان حفظ مال القاصر نعم أستاذ أحمد يوم غد الأربع الهيئة العامة للولاي على مؤل القاصرين ومن في حكمهم تنظم الملتقى الأول بالتعاون مع معهد الإدارة هذا الملتقى يحمل بعنوان الواقع والتوجهات المستقبلية لو تطرعنا أكثر على ما هي أبرز أهدافكم وتوجهاتكم المستقبلية نحن في الهيئة نفع من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين وتسليط الضوء على واقع الهيئة وتوجهاتها المستقبلية المرتبطة بإدارة وتنمية أموال القاصرين بالإضافة إلى أننا نرغب في إطلاع شركائنا من الجهات العامة والخاصة والمشمولين برعاية الهيئة على الخطة الاستراتيجية للهيئة ومبادراتها ومشاريعها التحولية وذلك لتنسيق الجهود فيما بين الجهات وضمان نجاح الهيئة في تنفيذ استراتيجياتها في ظل ما نجد من دعم لا محدود من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين إذن إكسلمان بعبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس وزراحة أضهم الله ونرجو أن يثمر هذا الملتقى في تضييح دور الهيئة واختصاصاتها للمجتمع بشكل عام وللمشبورين برعايتها نعم إذن مساعد الرئيس لإدارة وستثمار أموال القاصرين أستاذ أحمد الزهراني شكرا جزيلا لك مع تمنياتنا لكم أن ينتهي هذا الملتقى بالنجاح ولما تصبون إليه شكرا لك أستاذ أحمد تحتفل جامعة جدة بتخرج دفعة ثامنة من الطلاب وطالبات ويبلغ عددهم أكثر من ستة ألاف خريج وخريجة وأعلن رئيس الجامعة تخرج أول دفعة طالبات لقسمية اللغة الصينية وتقنية الأشعة التطبيقية منوها بما يشهده التعليم الجامعي من نهضة وتطور في كافة التخصصات وللمزيد من التفاصيل انضموا لنا من جدة مراسل أخبار السعودية الزميل عبدالله الغامدي مساء الخير عبدالله لو تطلعنا أكثر على أبرز محتوى هذا الحفل وأيضا كيف هي الأجواء لديك خصوصا مع هذه الدفعة والتي بلغ عددهم أكثر من ستة ألاف خريج وخريجة أحمد الله يمسيك بالخير يمسي المتابعين بكل خير الحقيقة نتواجد اليوم في شطرة طالبات في جامعة جدة يوم أمس الأول احتفلت الجامعة بالإعلان عن تخريج ما يقارب ستة ألاف وسبعمائة طالب وطالبة نصيب الطالبات من هذا الاحتفال ما يقارب أربع ألاف وخمسمائة طالبة من مختلف التخصصات ما يميز هذه الدفعة بأنها تحتوي على مجموعة من التخصصات التقنية والعلمية الحديثة ولعل أبرزها وتخصص اللغة الصينية الذي احتفلت الجامعة بتخصص الدفعة الأولى منه وأيضا تخصص التمريض والأشعة التطبيقية هذين التخصصين الذين يعدان الأولان على مستوى الجامعة من خلال هذه الدفعة الحقيقة حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي الأستاذة الدكتورة نورة الشهري وكيلة عماد القبول والتسجيل والمشرفة على حفل تخريج الطالبات أول شيء دكتورة نبارك لكم ونهنيكم على هذه المناسبة وودنا نتحدثين عن هذه المناسبة خاصة فيما يتعلق بالطالبات التي سنحتفل بهم هذا اليوم ويوم غد بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم احتفلت جامعة جدة بتخريج الدفعة الثامنة من قادة المستقبل وتحتوي هذه الدفعة على عدد 6700 تقريبا طالب وطالبة خريجة وتتميز هذه الدفعة بوجود تخريج أول دفعة من تخصص قسم اللغة الصينية بكلية اللغات والترجم أيضا تتميز بتخريج أول دفعة من قسم الأشعة والتمريض بكلية العلوم الطبية دكتورة ماذا عن القبول في الفترة القادمة خاصة في مجال التخصصات العلمية والرقمية خصوصا وأن المملكة بفضل الله تعالى اليوم استطاعت أن تتقدم 15 مركز من خلال هذا المجال على مستوى العالم طبعا جامعة جدة من أولى جامعات التي اهتمت بتطوير البرامج وهيكلتها وعملت على مضاعفة أعداد القبول في التخصصات النوعية كالحاسب والطب والهندسة فقامت الجامعة بمضاعفة أعداد القبول في الطلاب والطالبات على مدى عامين متتالية بالمقابل قلصت الأعداد في التخصصات النظرية التي لا توائم سوق العمل دكتورة تخصص اللغة الصينية وأيضا تخصص التمريض والأشعة التطبيقية هناك استقطاب للطلاب قبل أن يتخرجوا وهذا يندل على شيء فإنما يدل على كفاءتهم وكفاءة المخرجات صحيح صحيح يعني ما شاء الله تبارك الله كلما كان التخصص نوعي وموائم لسوق العمل كلما كان سرعة توفر الوظائف واستقطاب الخريجين والخريجيات أسرع فطبعا بالتالي التخصصات المتاحة في جامعة جدة كاللغة الصينية أو الأشعة والتمريض الأمن السبراني الذكاء الاصطناعي كل هذه التخصصات بإذن الله خريجينا وخريجاتنا سيتوفر لهم إن شاء الله السوق العمل وظائف وعقود مناسبة لهم بإذن الله وش وديك تقولين لأبنائك أو بناتك الطالبات تحديدا ونحن في قسم الطالبات بهذه المناسبة خاصة أن هناك طالبات في الدراسات العلية وأيضا طالبات على مستوى الماجستير وعلى مستوى البكالوريوس طبعا أول حاجة طبعا نحن بالبارك لكل الطلاب والطالبات في مرحلتين البكالوريوس والدراسات العلية الخريجين والخريجات وأيضا نبارك لأولياء الأمور طبعا الجامعة هنا وفرت في هذا الحفل كافة الإمكانات البشرية والمادية لتقدم هذا الحفل بصورة لائقة تدخل البهجة والفرح على قلوب أولياء الأمور والطلاب والطالبات الخريجين طبعا الطلاب والطالبات الآن النصيحة التي يمكن أن نقدمها لهم أنتم على عتاب مرحلة عمرية جديدة لازم من الاستمرار في السعي ما يعتبر هذه النهاية لا هذه البداية لازم يستمروا في السعي والعمل الدؤوب حتى يصلوا إن شاء الله لأعلى المناصب والمراتب بإذن الله شكرا لكم الأستاذ الدكتورة نور الشهري وكيلة عمات القبول والتسجيل الحقيقة مشاهدين الكرام هذه الكوكبة من الخريجات الذين ستحتفل بهم الجامعة في هذا اليوم ويوم غد إن هم نواة للمستقبل هم من سيرسمون خططهم المستقبلية من خلال استمرارية الدراسة والتعلم والمعرفة حتى يتمكنوا من خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم نعم زميلي أحمد عودة إليك إذن مراسل أخبار السعودية من مدينة جدة زميل عبدالله الغامدي شكرا جزيلا لك ويضا شكر موصول إلى ضيفتك الكريمة مع تمنيتنا لكل الخريجين والخريجات بالتوفيق والسداد في مرحلتهم القادمة بإذن الله توقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة وعلى أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق في قرية مشلحة تابعة لمحافظة صبيا بجازان فقدت أسرة أو فقدت أسرة أربعة أطفال يوم أمس بعد أن جرفت السيول مركبتهم وللحديث ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل زاهر المالكي مساء الخير زاهر هذا الخبر الأليم فقد أسرة تفقد أربعة أطفال من ضمن الأسرة في سيول مع هذه الفاجعة والتي تتكرر كل سنة لو تحدثنا أكثر عن هذا الحادث وأيضا كيف هي الأمور لديك أهلا أحمد بالتأكيد أنها فاجعة مؤلمة وحادثة مؤسفة جدا أمست عليها قرية مشلحة في صبيا بالأمس عندما فقدت أسرة كاملة أربعة من أطفالها في فاجعة وأيضا حادثة مؤلمة جدا لعلي أنا أقف الآن أمام أحد المداخل المؤدية إلى قرى مشلحة هذه القرية التي تعاني على مدى 15 عام من أن مدخليها الوحيدين يمران بوسط الأودية كما تشاهد لعل مصور يأخذ هذا المدخل لهذه القرية تشاهد التصميم للمدخل مسفلة على ضفاف الوادي تماما وكأنه مصمم لعبور السيول وليس لعبور المركبات وعبور الناس والأهالي منه يعني الآن كما تشاهد أيضا الجهات تقوم بجرف الأتربة وتنظيفها عن هذا المجرى وهذا الطريق هذا هو الطريق الوحيد لهذه القرية وللأهالي هنا هذه هي الصورة من هنا من مشلحة والتي حقيقة فقدت أربعة من أطفالها وللحديث أكثر عن هذه المعاناة أرحب بي الأستاذ مصطفى النجعي وهو أحد الأهالي أستاذ مصطفى أرحب بك لا تحدثنا عن معاناتكم مع الحالة المطرية كل عام بسم الله الرحمن الرحيم أولا الحمد لله رب العالمين نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من أمطار كما نحمد الله سبحانه وتعالى على ما قدر للأسرة المنكوبة خلال ليلة البارحة حقيقة نحن نعيش معاناة مستمرة وكاد نفقد الأمل بما يحدث وما يتكرر مع الأمطار ومع جريان السيون هذا قرية مشلحة التابعة لمحافظة الصبية هي تعد من أكبر القرى التابعة لمحافظة الصبية تقريبا 7000 نسمة تقع بين واديين وادي وساء يعد من أكبر الأودية في المنطقة ووادي الذي يبعد عنه تقريبا 400 متر الذي حدثت فيه المأساة وحدثت فيه مآسي كثيرة كانت آخرها ليلة البارحة أسرة تفقد أربع أطفال وينجو والدهم بعجوبة قبلها أسرة تفقد أم وأبنائها الخمسة يجرفهم السيل مأساة أخرى مريض قلب لا يستطيع أن يصل إليه الإسعاف ويموت على ضفاف الوادي قلنا أن هناك دائما كوارث لم تحصلت كارثة تحصل مأساة بسبب والعجيب أن الحلول قد تكون ممكنة ما هي الحلول؟ الحلول هو كبري حتى يستطيع الناس خلال الأمطار أن يعبروا انظر إلى المشهد هذا هذا إزفيلت أهالي قرى الوجه وخمس قرى تقريبا منقطعين إلى اليوم تقريبا لهم أكثر من 24 ساعة انقطاع تام عن الأشياء الغذائية عن أعمالهم الطلاب ينقطعون على المدارس عن الجامعات عن الكليات كما ذكرت أن الحل بسيط هو كبري لهذا الوادي وأيضا كبري آخر للوادي الذي حدثت فيه المآسي والكوارث المسافة لا تتعدى تقريبا لا تتعدى 20 متر أو أقل كبري بسيط إن شاء الله وتحل كل معاناة خاصة أن الطريق الوحيد الذي يربط أكثر من 10 قرى ويربطها بالكليات بالجامعات بالمدارس معاناة وصلت أستاذ مصطفى وحديث وافي عن هذه المعاناة شكرا لك لعل أن الصورة هنا أحمد هذه المشهد وهذه الحالة المطرية التي تمر بها منطقة جزان على مختلف المحافظات بالتأكيد أن الجهات المعنية تباشر الآن معالجة بعض هذه الآثار ولكن لها ليأملون في إيجاد الحلول الجذرية لهذه المعاناة المستمرة كما ذكروا لأكثر من 15 عام هذه الصورة وهذا المشهد من هنا من قرى مشلحة بصبية أنتقل بصوت الصورة إليك نعم زاهر تعازينا لهذه الأسرة التي فقدت أربع من أطفالها ولكن رغم ذلك كان هناك تحذيرات كثيرة ومتواصلة من مركز الأرصاد ومن الدفاع المدني بالابتعاد عن مجاري السيول خصوصا في هذه الأوقات التي تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار غزيرة يعني لابد من متابعة التعليمات ومتابعة التنبيهات التي تصدر من الجهات المعنية خصوصا من مركز الأرصاد والدفاع المدني والمتكررة في كل عام لمثل هذه الحالات مراسل أخبار السعودية زميل زاهر المالكي من قرية مشلحة في محافظة صبيا بجازان شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفك الكريم شهدت محافظة المخوة تابعة لمنطقة الباحة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شكرا لكم نشرة أخبار ثالثة ونصف مستمرة ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم مرة أخرى تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مجموعة من البرامج والأنشطة خارج المملكة خلال شهر رمضان وذلك عبر الملحقيات الدينية ومكاتب الدعوة والمراكز التابعة للوزارة بالتعاون مع سفارات المملكة وتتضمن البرامج المنفذة هذا العام برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين في أربعين دولة وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور حيث تم تخصيص خمسمائة طن سيتم توزيعها على ستين دولة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا وكيل وزارة الشؤون الإسلامية شيخ عواد العنزي مساء الخير شيخ عواد بداية لو تطلعنا أكثر على تفاصيل هذه البرامج المنفذة وأيضا إلى ماذا تهديف مساء الخير للجميع هذه البرامج تسمى عندنا في الوزارة بالبرامج الموسمية وهي جزء من عمل الوزارة في الخارج في باب العمل الإسلامي وهذه السنة بحمد الله جل وعلا تم زيادة بموافقة كريمة زيادة المخصص من التمور من مئتين طن إلى خمسمائة طن ليزداد عدد المستفيدين وعدد الدول المستفيدة من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتمور إلى ستين دولة وكذلك البرنامج الآخر الذي ذكرت هو برنامج تفطير الصائمين وهو برنامج يخصص للإفطار في الجوامع والمراكز والأماكن العامة التي يكون هناك تنسيق بينها وبين الملحقيات والبراكز والمكاتب التابعة للوزارة بإشراف سفرات خادم الحرمين الشريفين وهذه البرامج الموسمية هي جزء من البرامج إضافة إلى برنامج الإمامة في رمضان الذي ترسل الوزارة عدد من المؤهلين المشاركة فيه إضافة إلى ما وجهه خادم الحرمين الشريفين قبيل رمضان بإرسال مليون نسخة من المصحف الشريف وهذه البرامج يصاحبها عدد من الأنشطة لقامة الدورات العلمية والمسابقات القرآنية وكلها تهدف إلى تفقد أحوال المسلمين وإعانتهم ومشاركتهم فرحة هذا الشهر الكريم وأيضا استشعار قيام المملكة العربية السعودية برسالتها الأخوية للمسلمين في العالم من خلال برنامج التمر أو برنامج التفطير أو برنامج توزيع المصاحف التي ترسل من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية نعم شيخ عواد يعني كما عودتنا حكومة خادم الحرمين الشريفين في كل عام من شهر رمضان بمثل هذه البرامج وذكرت أن في هذا العام تم زيادة أعداد الدول وأيضا زيادة الكميات والبرامج المنفدة لو تطلعنا أكثر حول آلية توزيع هذه البرامج وأيضا تنفيذها في هذه الدول مثلا مشروع إفطار الصائمين في أربعين دولة وأيضا هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور هي في ستين دولة الآلية الثابتة طبعا لأن هناك تنسيق سابق مع سفرات خادم الحرمين الشريفين بكون السفير ورئيس البعتة فيتم التنسيق مسبقا حول الأماكن التي سيتم فيها سواء التفطير أو الدول التي سيتم فيها توزيع حديثة خادم الحرمين الشريفين بعد ذلك إذا حجدت هذه الدول واعتمدت يبدأ دور سفرات خادم الحرمين الشريفين في ترشيح الجمعيات والمراكز المستهدفة بتغطيها لهذه البرامج فإذا اعتمدت هذه الجمعيات والمؤسسات والكيانات التي لها تعاون مع المملكة العربية السعودية من خلال سفارة خادم الحرمين الشريفين تقوم الملحقيات بعد ذلك بتسليمها بعد حضور تجشينها في سفارة المملكة أو في الملحقية تسلم لجهات المستفيدة بالتنسيق ما بين الملحقيات والمراكز أو سفارات خادم الحرمين الشريفين فالآلية بحمد الله المتبعة هي وفق ما تقررها سياسة العمل الإسلامي في المملكة الخارج وفي تكامل بفضل الله جل وعلا بين وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية في هذا الجانب وتعاون كبير حقيقة نشكر من خلال إذاعتكم سفراء خادم الحرمين الشريفين في تلك البلاد الذين يعتبرون أكبر دعم لنا في تنفيذ مثل هذه البرامج نعم إذا جهود كبيرة شيخ عواد يعني بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوه للرشاد سواء داخل المملكة وخارج المملكة تشكرون عليها ونسأل الله لكم الأجر والمثوبة إذن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية شيخ عواد العنزي شكرا جزيلا لك جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأكيد على ضرورة تحديث بيانات مستفيدية ضمان وذلك أو ذكرت الوزارة عبر تويتر أن المستفيد عليه تحديث البيانات وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني خلال 15 يوما من حدوث التغريد كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ثلاثة معلومات تهم المستهلك عند الاستيراد من المتاجر الإلكترونية عبر شركات النقل السريع وأكدت الهيئة أنه لا يحق لشركة النقل السريع الحصول على معلومات المستورد الشخصية عداء الإسم ورقام الهوية إلى جانب تحملها مسؤولية سلامة الشحنة ولفتت إلى أن الشركة هي المسؤولة أمام الهيئة عن إنهاء كافة إجراءات الاستيراد من خارج المملكة أجرت وزارة الصحة أكثر من 290 ألف عملية جراحية روتينية غير حارجة في مختلف التخصصات الجراحية خلال عام 2022 في مختلف مناطق المملكة وأضحت الوزارة أنها قدمت للمستفيدين العديد من خدمات الرعاية الصحية وبينت أن الجراحة العامة كانت أعلى تخصص في الإنجاز يليها جراحة النساء والولادة ثم جراحة العيون ويعد مركز عمليات الرعاية الثانوية والمتخصصة بالتعاون مع برنامج أداء الصحة أحد مراكز العمليات التي تعمل ضمن المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم في الوزارة إلى جانب الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات بمشاركة ثلاثين مزارعاً وخمس وعشرين أسرة منتجة يواصل وسوق فلاليح القصيم الذي يقام كل يوم سبت بجادة السواقي بمحافظة البكيرية استقبال الزوار والمتسوقين والمهتمين بالزراعة والتراث العريق بهدف دعم صغار المزارعين وأسرهم وكذلك الأسر المنتجة انطلق سوق فلاليح القصيم في جادة السواقي بمحافظة البكيرية والذي يقام كل يوم سبت وإنسمروا حتى شهر رمضان المبارك السوق فلاليح القصيم يقام كل يوم سبت من الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 دواراً لدينا مشارك ثلاثين مزارع وخمس وعشرين أسرة منتجة جاءوا للاستفادة من عملية البيع واشتراك في هذا السوق وجدنا قبال كبير من الزوار هذا السوق الذي انطلق بفكرة من أمير منطقة القصيم من خلال إشاء جمعية فلاليح القصيم لتسويق المنتجات الزراعية والتحويلية والعروض الخاصة بالأسر المنتجة والحراف اليدوية والمأكلات الشعبية لقناة الإخبارية أمجاد الحربي محافظة البكيرية نشراتنا انتهت وإلى العنوين تحت رعاية السمو واللي العهد انطلاق كأس العنى للهجن اليوم بجوائز مالية تبلغ أكثر من ثمانين مليون ريال منتدى صندوق الاستثمارات يشهد إطلاق ثلاث مبادرات لتمكين القطاع الخاص المحلي بمشاركة ثلاثمائة وخمسين جهة مختصة بالسفر والسياحة انطلاق النسخة الأولى لملتقى السياحة السعودي بالرياض والمركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار لحالة المطرية التي تشهدها مناطق المملكة شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحبه اشتركوا في القناة